من خصائص النمو أنه يسير في مراحل فعلى الرغم من أن نمو الإنسان مستمر ومتصل منذ تلقيح البويضة داخل الرحم وبعد الميلاد وحتى الممات إلا أنه يمر بمراحل معينة لكل مرحلة مظاهرة تختلف عن الأخرى هذه المراحل تتمثل فيما يلي مرحلة المهد من الميلاد إلى سنتين مرحلة الطفولة المبكرة وتمتد من سنتين حتى ست سنوات مرحلة الطفولة المتأخرة وتمتد من ست سنوات إلى إتناشر سنة مرحلة المراهقة وتمتد من إتناشر سنة وحتى اكتمال النضج وتختلف باختلاف الجنس من هنا كان على وضع المناهج التعليمية في المراحل الدراسية أن تكون الخبرات ملائمة للمرحلة العمرية التي تقدم فيها للمتعلمين فليس من المعقول أن نتوقع من طالف الصف الأول الابتدائي أن يكتب كتابة خالية من الأخطاء الإملائية أيضا من خصائص النمو أنه يؤدي إلى النضج والتعلم فالإنسان لا يصل إلى النضج إلا من خلال النمو الكامل وهنا تبدو العلاقة واضحة بين التعلم والنمو الجسمي والنمو العقلي والنمو الاجتماعي والعاطفي هذه العلاقة علاقة قوية فالطفل لا يستطيع أن يقف على قدميه ويمشي عليهما إلا بعد استكمال نمو بعض العضلات وهكذا لذلك نجد أن تعلم الفرد لشيء ما لا يتم جيدا إلا بعد وصوله إلى درجة من النضج تسمح له بالتعليم لذلك على المناهج الدراسية أن تقدم المعارف للمتعلمين عندما يشعرون بحاجاتهم إليها ولديهم القدرة على استيعابها أي أن المادة التي تقدم في الوقت المناسب وهو الوقت الذي يكون فيه الطالب قادر على فهمها واستيعابها هذا لا يتم إلا بعد وصوله إلى النضج المطلوب فالنضج أساس التعلم ولا يصل الفرد إلى النضج إلا من خلال النمو الكامل من خصائص النمو أنه عملية شاملة ومتكاملة فالطفل ينمو في جميع الجوانب العقلية والانفعلية والجسمية والاجتماعية وكل جانب منها يؤثر في الجوانب الأخرى وتأثر بها هذا يحتم على واضع المناهج الدراسية تقديم خبرات طربوية وأنشطة تعليمية متنوعة ومترابطة تساعد المتعلمين على النمو الشامل والمتكامل وأيضا عدم الاهتمام بجانب وإهمال الجوانب الأخرى وهذا ما نراه واضحا في المنهج الحديث فيقدم للمتعلمين خبرات طربوية تعمل على مساعدتهم على إحداث النمو الشامل في الجوانب المختلفة وعدم الاهتمام بجانب دون الجوانب الأخرى أيضا من خصائص النمو أن مرحلة الطفولة تمثل مرحلة النمو الأساسية فشخصية الإنسان يتم بناؤها وتكوين خصائصها الجسمية والنفسية في مرحلة الطفولة فكثير من القيم والعادات والاتجاهات تتكون في السنوات الأولى كما أيضا نجد أن مرحلة التعليم الابتدائي تعد من أهم المراحل بالنسبة للأطفال في اكتساب العادات والاتجاهات وهذا يحتم على علماء التربية بصفة عامة والمناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية بصفة خاصة العمل على اكتساب المتعلمين الاتجاهات والعادات والقيم الإيجابية البناءة التي تؤدي إلى صالح الفرد والمجتمع كالصبر واحترام القوانين والعمل وهذا كله يكون من خلال محتوى المنهج الدراسي أيضا من خصائص النمو أنه يسير من العام إلى الخاص ويبدو هذا واضحا لأي فرد عندما يدرك شيئا معينا فإنما يدركه في أول الأمر إدراكا كلية ثم يظهر تفاصيله وأجزاءه في مرحلة متقدمة وهذا ما ركزت عليه مدرسة الجشتالد فالإدراك يبدأ من العام إلى الخاص ومن الكل إلى الجزء فالفرد يدرك الشيء أول الأمر إدراكا كلية ثم تظهر تفاصيله في مرحلة متقدمة هذا المبدأ له علاقة قوية بمحتوى المنهج الدراسي وأيضا بتدريسه فيجب تنظيم المحتوى الدراسي بالطريقة الكلية وأيضا استخدام الطريقة الاستنتاجية في التدريس التي يتم فيها الانتقال من العام إلى الخاص